مرحباً بكم سيداتي وسادتي في حلقة جديدة من حلقات إجهر. الحلقة اليوم حلقة غير تقليدية بل هي حلقة تحفيزية وتجربية. أقول أنها تحفيزية لكونها تجيب على الكثير من الأصل إلى التي يطرحها علينا الجمهور الناطق باللغة العربية. وخصوصاً ممن لا يجيد اللغات الأجنبية ليبحث عنها في مصادرها الأصلية. عفواً. عفواً عندي هذا المشغول. نعم وخصوصاً للي لا يبحث عنها في أو لا يجي للغات الأجنبية ليبحث عنها هو من مصادرها الأصلية. فيلجأ للبحوث المكتوبة باللغة العربية والتي تكون في غالبيتها مضللة سواء بقصد أو بدون قصد. أسئلة مثل كيف نفرق بين الرث والخبيث بالنت؟ يعني عندك الكثير من الأشياء بالنت، كيف نفرق بين هذه؟ كيف نتأكد من صحة المعلومات ولا نقع في مصيدة المحتالين والعلوم الزائفة؟ لماذا هناك أشياء ليس لها تفسير بالطبيعة؟ وهل يوجد ما هو ما ورائي وغيرها من الأسئلة التي بالفعل تستحق البحث فيها وانتقاء نوعية المعلومة دون الوقوع في شرك المعلومات الخاطئة؟ ونحن كثيرا ما نسمع بمصطلح التفكير النقدي، لكن القليل مننا يدرك ماذا يعني ذلك؟ ونرى الكثير من الأمور غير المفسرة، فنقع بالمغالطات المنطقية في الاستنتاج، وهناك الكثير من الكتب التخصصية في هذا المجال، لكن أغلبها كتب بعيدة عن مفهوم منهم خارج الاختصاص، لكن هذا لا يمنع من وجود العلماء ممن يحاول تبسيط اختصاصه ليكون أكثر شعبية أو علم متداول من غير الاختصاص، فتداول العلوم اليوم لم يعد من الأمور النخبوية لأن العالم من حولنا يتقدم بصورة مهولة ومن السداجة أن نترك الآخرين يركلوننا بالأقدام ويملون علينا خزع بلاتهم ويعوقون مجاراتنا للحداثة ومن هؤلاء العالم في علم الأعصاب، البروفيسور في ييل ستيفن نوفيلا، نوفيلا لمن لا يعرف له بودكاست جدا قيم وأنا شخصيا أتابعه منذ أكثر من 12 سنة، بل هو كان السبب في اتخاذ منهجية التشكيك العلمي في كل ما تدور برأسي من أسئلة وهو له كتب عدة تتحدث بأمور علمية كثيرة أما ما يخص موضوعنا اليوم، فقد اخترت لكم كتابه دماغك المخادع، الدليل العلمي لمهارات التفكير النقدي والكتاب عبارة عن محاضرات تقدم بعدة فصول ممكن الحصول عليها متفرقة أو مجتمعة من على الأمازون، سايت أمازون، أو من صفحتها الشخصية ولقد عملت، ولقد بحثت عن ترجمة عربية للكتاب حتى أقدمه لكم، لكن للأسف لم أجد أما عن قولي أن الحلقة بأنها تجريبية، فهو راجع لقيامي بترجمة الفصل الأول فقط لتقديمه بصورة تجريبية فإن نجحت التجربة ولاقت إقبال الجمهور، فسوف نكمل المشروع وإن لم يكن هناك إقبال فسأكتفي بهذا الفصل والذي هو المحاضرة الأولى وذلك لأن الجهد المبدول في الترجمة أفوا ولم يكن هناك نجحت ولاقت إقبال الجمهور، فسوف نكمل المشروع وإن لم يكن هناك إقبال فسأكتفي بهذا الفصل والذي هو المحاضرة الأولى وذلك لأن الجهد المبدول في الترجمة والتقديم جهد كبير يتطلب وقت وعناء ولن أضيع وقتي إن كان ذلك لا يجذب المشاهدين ومع أن الفصل تم ترجمته بالكامل ولكن ولأسباب تعني بحقوق الطبع فأنا لن أقوم بقراءة كل الترجمة عليكم لكن سأقوم بإيصال المعلومة بطريقة الخاصة يعني رح أقرى شوية وأشرح شوية وهكذا ونترك الأمر للمناقشات وأبدأ الرأي مع المشاركين عندما أنتهي من القراءة وسيكون هذا تقريبا بعد النصف الساعة الأولى تقريبا والآن فلنبدأ بمباركة الجلدة الفصل الأول من الكتاب يتكلم عن أهمية التفكير بالتفكير لاحظوا التفكير بالتفكير نفسه يبدأ الكاتب كتابه بالتساؤل هل تعتقد بوجود كائنات فضائية أكثر تحضر وتقنية مننا قامت بزيارتنا أو لا زالوا يزوروننا وأنهم خطفوا بعض الناس من غرف نومهم أو من المدن المكتبة بالسكان هل قاموا بترك بعض الرسائل بصورة تصاميم الهندسية اللي نشوفها مثلاً اللي يقولون عنها وأن لها مجالات طاقة ضعيفة أو قوية فإن كان هذه الإدعاءات حقيقة فهل تعلم الحكومات عنها؟ وإن كانت تعلم عنها فإذن هي متورطة بالتستر عليها من جيل إلى جيل لكن لماذا؟ لماذا تتستر عليها؟ أو هل تعتقد أن ثقافة البشر هي نفس ثقافة من انحدروا منهم من كائنات أخرى أتت من العالم الخارجي؟ كيف يمكننا الإدعاء بأن لدينا الإجابات الشافية لهذه الأسئلة وغيظة؟ يعني في عندك بعض الناس يقولون لك الناس اللي تيجي من برة أو اللي زارتنا من زمان هم اللي وضعوا السيزة أو البذرة للDNA مثلاً وإحنا كملنا وصرنا كائنات وهكذا ثم يقوم الكاتب بوضع الهدف من الكورس أو الكورس بجلة الذي يقدمه بكتابه فيقول أنه عبارة عن رياضة دهنية عظيمة فيما يسمى بما ورائي الإدراك أو متا كوغنيشن وهو الإدراك المورائي هذا بصطلح علمي طبعاً ويعني أن التفكير بالتفكير ذاته والذي يعني محاولة تقديم مهارات بما يسمى بالتفكير النقدي نحطه ببساطة وعن شعار الكورس فالكاتب يقتبسه من مقولة صقراط بأن الحياة غير المختبرة لا تستحق أن نحيها مع بعض التعديل طبعاً ليكون الموتو أو الشعار للكورس التفكير غير المختبر لا يستحق التفكير أما الغاية من الكورس فيقول الكاتب بأن العلم والإيمان متغلغلين في حياتنا وفي ثقافاتنا وحضاراتنا بصورة كبيرة أي بصورة لا يمكن أن نتغاضي عنها فنحن على سبيل المثال نواجه معضلات بيئية من مثل هل الاحتباس الحراري حقيقة علمية وإن كان كذلك فهل نحن ما نسببها وماذا بوسعنا أن نفعل حيال ذلك حتى نخفف من مخاطرها وما هي التكنولوجيا التي علينا أن نتطلع لها مستقبلاً أو نعمل عليها علشان نحصلها مستقبلاً مع إمكانيتنا اليوم المحدودة وبأي اتجاه علينا أن نستثمر ونحن نشتري المنتوجات الاستهلاكية كل يوم منها ما يكون واضح المعالم نعرفه عند الاسبسيفيكيشنز واضحة ومنها الخافي كالكمبيوتر مثلاً يعني نشتري الكمبيوتر لازم نروح لأخونا أو أحد يعرف بالكمبيوتر عشان يقول لي هذا الكمبيوتر ينفع لي للشيء الفلاني ولا ما ينفعني وشنو مشاكلها والكمبيوترات كل هذا تشابه كشكل فنحن إذن مطالبين بالتقييم حتى تكون مشترياتنا بنيت على قرارات صائبة فمثلاً يقوم أحدهم ببيعك جهاز للرياضة غالي الثمن ويدعي أنك لن تحتاج لأكثر من أربع دقائق يومياً لتكون بصحة جيدة وجسد رياضي ويقارن ذلك بجهاز آخر تقضي عليه ثلاثين دقيقة يومياً لتحصل على نفس النتيجة فهل هذا معقول؟ هل هناك هذا الجهاز السوبر الذي لا يطلب منك أكثر من أربع دقائق حتى يعطيك ما يعطيه جهاز آخر بثلاثين دقيقة؟ هل من المعقول أن تصرف آلاف الدولارات على مثل هذا الجهاز؟ هل ستقوم بعمل ذلك؟ وكيف يمكنك تقييمه؟ هل سنكتفي بقصص الآخرين يعني فلان يقال لي وعلان يقال لي ممن جربوا الجهاز؟ أم هل سنطالب بدليل علمي موضوعي لنقوم بالتأكد من هكذا الدعاءات؟ ونحن نستخدم التذكير النقدي لنعرف كيف ندير ونصون حضاراتنا فمثلاً تعداد السكان بالعالم في تزايد مستمر قد وصل اليوم لسبعة بليون نسبة فكيف نستطيع توفير الاحتياجات لهم بطريقة أو أخرى؟ ثم يقول الكاتب بأنه طبعاً هو دكتور ويرى يومياً المراجعين من المرضى الذين يواجهون التحديات الدائمة في عمل القرارات المناسبة لحالتهم الصحية وحالة عائلاتهم فنحن نشتري المنتجات الصحية ونقرر ما نأكل وما هي الأساليب التي نتبنها للحفاظ على صحتنا كل القرارات المناسبة أساسها مبني على العلم والمنطق ولذا فنحن بحاجة للتفكير النقدي حتى نكون قادرين على تقييم المنتجات وأختيار المناسب منها ثم يقول الكاتب بأن أحد معطيات هذا الكورس هو أننا في الواقع ما نمثله نحن أدمغتنا يعني نحن كلنا أدمغتنا فنحن ذاك الجلي الرمادي الذي يزن ثلاثة كاوند طافياً بالجمجمة ويحتوي على ما يقارب ميت بليون خلية عصبية بالإضافة إلى خلايا أخرى من التي ليست فقط تساندها بل أيضاً تحسن وتعدل من وظيفتها فالدماغ بالأساس هو ذاك العضو الذي يكون واعي بنفسه وهو ليس فقط أكثر الأعضاء تحقيداً حسب علمنا لكنه أيضاً قد يكون أعقد شيء بالكون الذي نعرفه فالدماغ باستطاعته التذكر باستطاعته أن يحس باستطاعته أن يؤمن باستطاعته أن يحسب أن يستنتج أن يستقرأ أن يقدر أن يمنطق هو كل ما يعمل اللي نعرف عنه كتفكير هذا هو الذي يفعله الدماغ وهو أداتنا العالمية وقوتنا العظمى وأغلب البشر يعتقد أن ما تميز به عن بقية الكائنات هو الذكاء لكن مع كل ذلك فالدماغ أيضاً مخادع بطريقة جداً غريبة وبه يكون جذور الكثير من أخطاؤنا وضعفنا البشري ومن خلال هذه المحاضرة سيقوم الكاتب بعمل رحلة استكشافية فيما نسميه بالطبيعة البشرية ويقول أنه قد يبدو الأمر تشاؤمياً عندما نقول بأن البشر يمتلكون القابلية للمنطق لكننا لسنا كائنات منطقية بصورة جدرية وأساسية لكن ذلك صحيح فنحن لسنا منطقيين كأساس فنحن كبشر لدينا أداة المنطق لكننا لسنا منطقيين بطبيعتنا البشرية وهنا ضرب مثال الفولكنز للي شافوا حلقات ستار تريك كيف أنهم لا يلجعون للعاطفة كل شي عندهم منطق ويقول نحن لسنا مثل هؤلاء نحن أواطفنا تطغي في أغلب الأحيان على الأمور العقلية وبالإضافة لكوننا لا منطقيين فنحن أيضاً عاطفيين بدرجة عالية وهذا يعني أننا نميل إلى اتباع أواطفنا وبنطقنا التطوري الذي تطور معنا البيسيكس أفكارنا تتبع ما قد تعتقد أنه السبل الأقل مقاومة وليس بالضرورة السبل الأمثل الأشياء التي تعطينا أقل مقاومة نحن نعتقد بها بدل من البحث عن ما هو أمثل المنطق والتفكير النقدي هما مهارات باكتسبة هذا ما يقوله الكاتب وما يقوله علم التطور الاجتماعي والسايكولوجي ومع أننا نمتلك بعض المنطق في طبيعتنا البشرية لكنه لا شيء بالنسبة لطبيعتنا العاطفية المتغلبة على المنطق دائماً لدينا القابلية للمنطق لكن المنطق والتفكير النقدي هما مهارات ونحن لم نولد كائنات من ذوي التفكير النقدي علشان يشرح هذا يقوم الكاتب بضرب مثال بقوله أننا لم نخلق مع القدرة على الكمان مثلاً كما يعزف الموسيقار في الكونشيرتو أو ليس لدينا مهارات وتجارب لاعب كرة القدم في النوادي المشهورة ولا يجب أن نتوقع بأنه من الممكن أن يولد مفكر نقدي مقتدر كما لن نتوقع أن يولد شخص ليكون عازف كمان شهير كل تلك المهارات والقدرات تحتاج أن تسقل بالتدريب والتجربة وأن تتطور مع الزمن لتصبح شخصاً متمكناً بالتفكير النقدي البشر أيضاً يميلون إلى عمل الأخطاء الكثيرة بالتفكير بالتفكير يقومون بالخطاء وقابليتنا الطبيعية المتطورة لإتباع الطرق الأقل مقاومة يحتوي على الكثير من الأخطاء بالتفكير وأحد الأمثلة هو الأخطاء بمنطقنا والتي نسميها بالأخطاء المنطقية عندما تعمل صلات منطقية بين أشياء ليس بينها صلات بتاتا ولا صلات حقيقية وتفكيرنا ملوث بالكثير من الافتراضات الخاطئة ورؤوسنا يملأها الحقائق أو الأشياء التي نعلم أنها حقائق وهي ليست كذلك لأنها بالأساس مبنية على افتراضات لا نعلم حتى إن كانت حقيقية أم لا وذاكرتنا أيضا خاطئة وبصورة مهولة فنحن نفترض وبسجادة بسداجة أن ذاكرتنا تشبه جهاز التسجيل الدقيق المحايد بينما في الحقيقة ذاكرتنا مبتلية الكثير من العيوب مما يجعلها غير جديرة بالثقة وكذلك يوجد بها تلك الأشياء التي يسميها علماء النفس فيروستك أو الحكم الإرشادي التي هي عبارة عن القوانين البسيطة التي يتخذ الشخص قراراته عليها والتي قد تكون صحيحة بالكثير من الأحيان ولكنها خاطئة لدرجة كافية لتميل بنا عن طريق الصواب بمرات كثيرة وكيف نعوض عن كل تلك العيوب في وضائف الدماغ؟ هذا ما سيقوم الكورس بتوضيحه عند شرح المتا المتا كونكشن ثم يضيف الكاتب أنه إذا كان عليه أن يعطي مصطلح واحد ليشمل كل المهارات الموجودة بهذه الكورس وإذا اتفقتوا معاي ممكن نعمل لها ترجمة ونشوفها كلها يعتقد 24 فصل يقدمها في 24 فصل بأنه سيكون التشكيك العلمي يعني التشكيك العلمي هو ما يلخص كل ما يقوم الكاتب بتقديمه في هذا الكورس التشكيك العلمي عبارة عن منهجية بالتشكيك يعني أساساً باختبار كل ما تعتقد وبطريقة تفكيرك واختبار كل شيء تعتقد أنك تعلم قام الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم بتلخيص ذلك نوعاً ما عندما قال الرجل الحكيم يوازن إيمانه مع الأدلة وهذا أحد مكونات التفكير النقدي وليس كلهم أي تبني اعتقاداتك على قواعد من الأدلة بدلاً من التمنيات أو الوشفل تينكي على سبيل المثال والهدف بالنهاية من هذه المحاضرة حسب الكاتب هو الوصول إلى الاستنتاج الذي هو الأقرب للحقيقة في مقابل الاستنتاج غير الموثوق به وكذلك للحصول على بعض الإحساس بمدى قدرتنا على الاعتماد على استنتاجاتنا وهذا ما يحويه الأسلوب العلمي لأنه يعتمد على الشكوك العلمية وليست فقط أي شكوك أي مجموعة من الأساليب العلمية نستطيع من خلالها اختبار الواقع فالعلم بالأساس هو الطريقة المنهجية لمقارنة الآراء والأفكار مع بيانات خارجية موضوعية وبصورة مختصرة يقوم العلم بقيادتنا للاستنتاجات التي هي أقرب للحقائق في مقابل الاستنتاجات التي نتمنى أن تكون حقائق لكن مع ذلك فليس كل العلوم صالحة وهناك العلوم الجيدة وهناك العلوم السيئة وعلى فكرة أنا أمس حضرت محاضرة في الجامعة أريزونا كان يتكلم بالذات عن العلوم السيئة وبعض العلوم بها من العيوب بدرجة تصل إلى ما نسميه العلم المزيف أو سودو ساينس وهي حتى ليست علوم حقيقية فالعلم يتبع السبل العلبية والتي لا تعتمد على مجموعة اعتقادات بل مجموعة وسائل والسبل تميزها عن العلم السيئة وهذا الشيء يقول الكاتب عنه بأنه سيقوم بالتطرق له كثيرا في هذا الكورس ثم يقدم الكاتب مثالا على ذلك بقوله هناك الكثير من الشركات والناس من من يدعون أنهم طوروا ماكينة تستطيع أن تحرق الماء لاستخدامه كطاقة وهذا إذا أنتم تعملون عليه جوجل راح تشوفونه في كثير منهم يقولون ليش تستخدم البترول تقدر أنت تحرق الماء وتحصل على الطاقة وبالطبع الحافز لهذه النوعية من التكنولوجيا موجود منه ما يبي أنه يستخدم الماء في مثلا بدال بنزين السيارة تخيل إذا كان باستطاعتنا أن نستبدل كل الوقود الإحفورية الغالية الثمن والملوثة لبيئتنا بثاني أكسيد الكربون مع الملوثات الأخرى بشيء ببساطة الماء كيف يتم ذلك؟ العملية المزعومة تتلخص بتحليل الماء كهربيا الى مكوناتهم من غاز الأكسوجين وغاز الهايدروجين فيكون الناتج خليط من الغازين ثم يقومون بحرق الغازين مع بعض لإعادة تكوين الماء والمحصلة النهائية هي الطاقة الآن لو كانت هذه العملية البسيطة بالفعل ناجحة في إنتاج الطاقة لسير المركبات أو الماكينات فلما لم يفكر بها العلماء والمهندسين بالعالم من قبل؟ هذا هو السؤال الضبط هو السؤال الشرعي لمن يريد أن يكون تفكيره نقدي وبالطبع هم يملكون أجوبة رح يردون عليك وجسدت أجوبتهم جاهزة عندما تسألهم هذا السؤال سيقولون لك أه نظريت المؤامرة شركات البترول لديها القوة للضغط في سبيل أخطاء مثل هذه المعلومات العلمية وهذا هو المنطق الذي كثيرا ما يلجأ إليه بالدعي امتلاك هذه التقنية لكن لنفكر قليلا هل مثل هذه المؤامرة أمر معقول أو ممكن؟ ألا يبدو ذلك أيضا كإدعاء آخر لا يقر روعة عن إدعاء امتلاك تلك التقنية بإنتاج الطاقة من الماء؟ يعني بدل ما يعطيك الجواب أطاك إدعاء ثاني بنفس وزن الإدعاء الأول نحن نستطيع اختبار مدى إمكانية وثوقنا بهذا الإدعاء وذلك بطرح سؤال جدا بسيط إن كانت هذه هي الوسيلة لاستخراج الطاقة فمن أين تأتي الطاقة بالأساس؟ فحتى طالب الثانوية العامة والذي له بعض الاطلاع على علم الثرمو دايناميكس ثرمو دايناميكا يستطيع أن يقول لك أنك تستهلك طاقة أكبر في فصل مكونة الماء إلى الأكسوجين والهايدروجين من الطاقة التي ممكن أن تحصل عليها عندما تحرق الغازين مرة أخرى للحصول على الماء فالعملية هي بالمينس بالنغتف تفقد بها طاقة وعليه فهي ليست مصدرا للطاقة بل مستهلك لها واحتمال أن يكون هذا الإدعاء وارد هو أقل من القليل بل هو في حدود لا معقول حسب ما نعلم علميا ولذا فهو بعيد الاحتمال وصعب أن ترفض هذا الاستنتاج باللجوء إلى نظرية المؤامرة والأسباب والحجج الضعيفة الأخرى التي يسوقونها بقولهم هم بس محتاجين لمستثمر كي يقوموا بالخطوات الأخيرة لعمل مثل هذه المكان ويقومون بالإنتاج وبالتأكيد كل ذلك يجعلك تتساءل عن مدى صلاحية هذه الإدعاءات ثم يقوم الكاتب أن الكورس سيقوم أيضا باستكشاف طبيعة المعرفة ذاتها ما هي طبيعة المعرفة بذاتها؟ أي ماذا يعني أن نعرف شيئا ما؟ شنو معناته؟ الأساس العلمي مبني على ما نسميه المنهجية الطبيعية mythological naturalism وهذا هو الاسم الفلسفي بالطبع له والذي يعني أن المؤثرات الطبيعية لها أسباب طبيعية مدام المؤثرات هي طبيعية فلابد أن يكون لها أسباب طبيعية إذا أردنا أن ننتهج المنهج العلمي أي أنك بمحاولتك لوضع نموذج لفهم العالم وهذا اللي يسوي العلم أنه يحط نموذج حتى نفهم هذا العالم فأنت لا يمكنك أن تستحضر السحر مثلا أو أن تستند إلى أسباب خارقة للطبيعة أو تستعين بالمعجزات مثلا كن فيكون من التي لا تملك أي أساليب اختبارية في العالم الطبيعي ما نقدر نختبرها يعني إنسان واحد لبي يقول والله هذا الله خلقها مثلا إحنا ما نقدر نختبرها شيء وهذا ليس من شاءه أننا لا نريد أن يكون السبب خارق للطبيعة أو يعني شيء رباني بل لأن ذلك لا يطبق عليه وسائل التحقيق العلمي فمن الواجهة العلمية نحن بالواقع لا يمكننا أن نعرف ما هو وراء الطبيعة وهذا ما يقول الكاتب أنه سيقوم بالتطرق إليه بالمحاضرات المستقبلية عند مناقشة فلسفة العلم وهذا أيضا يعني أن جميع الاستنتاجات العلمية هي مؤقتة فلا يوجد 100% يقين كما يدعي المتافيزيقي ولا حقائق مطلقة وكل اعتقاداتنا بها حاشية من الخطأ ويعيد تذكيرنا الكاتب بأننا بالواقع لا نقيم ما هو قريب من الحقيقة فحسب بل أيضا مدى تأكدنا أو ارتياحنا من هذه الاعتقادات لأننا نعلم أننا لن نصل أبدا لمعرفة الحقائق 100% مما يعني أن كل اعتقاداتنا قابلة لإعادة النظر عندما نحصل على بيانات جديدة أو حتى عندما نكتسب طرق جديدة لتفسير هذه البيانات وبالنظر للطريقة التي نعمل بها فنحن مجبرون على أن نوسع آفاقنا لمراجعة ما ظننا أننا نعرف سلفاً وكذلك يذكرنا الكاتب بأنه بالإضافة لكل العيوب في تفكيرنا من التي ذكرها فالعقل البشري أيضا معرض للوهم ففي بعض الأحيان يذهب تفكيرنا إلى أبعاد ساحقة لدرجة أننا قد نخترع موضوع خيالي ما أو واقع غير حقيقي ننجرف من خلاله في احتقادات الآخرين ومثال على أحد هذه المظاهر العامة هو عنده حدوث الهلع الجماعي وهذا الهلع الجماعي اليوم مثلاً نشوفه واضح في العالم بس رح نقوم بيعطى الكاتب في كتابه يقول مؤخراً تنبأ أحد المتنبؤون بالغيب بزلزال في إيطاليا قال رح يصير زلزال في إيطاليا مما أحدث جرف سكاني جماعي من بعض المدن من الخوف والهلع الذي ينتابه وهناك أيضاً هناك تنبؤات حصلت في نيوزلندا وذكر الإدعاء أن سبب ذلك هو مراحل أو أوجه القمر يعني يقول لما أوجه القمر تختلف هذا يستفز الزلازل في الأرض وهذا طبعاً ما لأي أساس علمي ومع ذلك سبب هذا التنبؤ في هلع الناس هذا مع العلم بأن إمكانية حصول الزلازل وارد في كل بقاع العالم وبكل الأزمنة وهناك تردد خلفي طبيعي للزلازل وهناك زلازل وبمستويات مختلفة وخصوصاً في تلك المناطق المعرضة أساساً للزلازل مما يأخذ كتأكيد على التنبؤ بغض النظر عن كون التنبؤ يحوي أمراً جديداً أم لا ثم يقول الكاتب أنه يعتقد أن من المفيد اعتبار التفكير على أنه عملية هذه النقطة جداً مهمة وأن نقوم بالتركيز على العملية نفسها واستثمار جهدنا فيها بدلاً من التركيز على النتائج لأنه في اللحظة التي نقوم باستثمار الجهود في النتائج فسوف نجد أنفسنا نلوي أعناق الحقائق لتتناسب مع النتائج التي نرغبها والبشر ممتازون بعمل هذا الشيء أي بتبديل الحقائق والمنطق للوصول إلى نتائج نعرفها سلفاً واستقرينا عليها وهذا يفعل أغلب من هم يريدون استخدام العلم في تبرير شيء ديني مثلاً هو يأتي منها الذي عند الجواب في كتابه المقدس وهو يلوي أعناق الحقائق يستخدم العلم ويلويها كي يصل إلى هذه النتيجة ثم يذكرنا الكاتب بشخصية شرلوك هولمز يقول عن شرلوك هولمز وهي الشخصية النموذجية للعقلانية اللي من نفس جيلي يعرفون من هو شرلوك هولمز أكثر من الجيل الجديد وهي الشخصية النموذجية للعقلانية والمنطق حيث قال في أحد قصصه بأنه من الأخطاء الجدرية التي يقع بها الشخص هو أن يقوم بوضع نظرية قبل أن يكون لديه بيانات أو معطيات هو وضع النظرية وبعدين قاعد يدور على المعطيات والبيانات ثم وبدون اكتراث يقوم بليل حقائق ليتناسب مع النظرية بدلا من بدل الجهد للوصول للنظرية التي تناسب الحقاء وهذا يمثل جوهر ما يقوله الكاتب بأهمية الاستثمار بالعملية نفسها على شرط أن نصبح مرنين جدا عند الوصول للنتائج وقد يقول قائل بأننا نعيش حاليا في زمن المعلومات والإنترنت حيث المعلومات الخاطئة تصلنا طوال الوقت مع كميات البريد المضلل أي السبام بالبريد الإلكتروني رسائل تحمل كثير من الإدعاءات سواء كان من شأها سياسي أو أيديولوجي أو لتسويق بضاعة ما أو حتى لتصدادنا بالتحايل فتسلم منا أموالنا وهناك الكثير من الشائعات المنتشرة اليوم ليس فقط بسرعة النار في الهشيم بل أسرع من الإلكترون في الإنترنت هناك الكثير من الخرفات الشائعة التي تستحوذ على خيالاتنا بطريقة معينة وتنتشر بصورة سادجة من مثل أن يكون مصدرها شيء ما حدث لصديقة صديقتي مثلا قصص من مثل مدير الأعمال الفلاني اللي ذهب البار عندما كان بهوتيل وتعرف على وحده وصحب اليوم الثاني وهو مغمور بباني ومليء بالثلج وفاقد أحد كليتين فما هو احتمال أن تكون هذه القصة حقيقية؟ وهل سندس صدقها؟ هل ممكن أن يحصل شيء مثل هذا؟ نحن غرقانين للركب في قصص مثل هذه القصة وهي لا تكون دائما بريئة مضحكة مثل هذه القصة بل قد تكون أحيانا خبيثة يقوم بهالبعض في التحايل علينا وسرقة أموالنا بالخداء من منا مثلا من اللي ما حصلوا ما وصل لهم رسائل من أمير نايجيري لديه أموال ويريد أن يقنعك بتعطيه البريئة للبنكك رقم بنكك علشان يضع هذه وبعدين يخرجها خارج نايجيري وبعدين تتقاسمونها أو لكي يستحودوا على أصواتنا حتى بالانتخابات في النظام الديمقراطي نحن دائما معرضون لأشخاص يحاولون التأثير علينا بصورة أو أخرى وعلى تفكيرنا السياسي وكوننا نحيا أيضا بالمجتمع الرأسمالي يجعلنا أيضا عرضة للابتزازات التسويقية ولخداع البيعين بالعروض التي يخفون فيها عيوب البضاعة أو على الأقل يبينون واجهة معينة منها فهم يهمهم التأثير على تفكيرنا وتصرفاتنا ولذا فهم جميعا يشتركون في تقديم ما يسمى بالخطاب المقنع أو حتى الخداع العلني على الرغم من وجود القوانين المنظمة للعمليات الشرائية ضد التزوير وغيرها فالشركات تدفع أموال طائلة للمسوقين والبيعين الذين يتبعون هذا النمط من التصرفات في لي الحقائق أو سوء عرضها دون أن يتخطوا الخط الأحمر الذي قد يدينهم بالاحتيال وكم مستهلكين نحن مجبرين أن نقوم يوميا بفرس هذه الادعاءات لنعرف أيهم جدير بالثقة فلأن بعض الشركات تستخدم العلم المزيف في ادعاءات ليست مبنية على العلم الحقيقي كي يسوقوا بضاعتهم وقد يبدو ذلك مقنعا لمن ليس لديه علم ولا مهارات لمعرفة ما هو علم حقيقي وما هو علم مزيف مثال على ذلك في السنوات القليلة الماضية قامت أحد الشركات بتسويق ما سمته بأسورة الطاقة power band أسورة عادية وكسبت الملايين من وراء هذا المنتج وهي أسورة عادية عبارة عن قطعة مطاط ما يزيد سعرها عن دولار أو دولارين وموصلة في صورة هذا من الصور البلاستيكية اللي دول الأبعاد الثلاثة اللي تحركها تشدي تعملك different أوجه ويدا يصانعوها أن هذه الصورة تصدر ترددات تتوازن مع ترددات الجسم عندما يضعها الشخص بمعصمه فتحسن توازنه وتزيد طاقته وخصوصا إن كان هو أصلا الرياضي هذا تحسن أداءه في الرياضة وحتى تؤكد الشركة على جودة المنتج قامت بالاستعانة أيضا برياضيين مشهورين ممن لهم شعبية وجماهير فقاموا بلبسها وأكدوا على تحسين أدائها فهل سنصدق هذا الادعاء؟ ومثل هذه الادعاءات موجودة كثيرا واللي يعرف دكتور آز اللي يقدم عنده برنامج معنا دكتور يعني هو ويعني المفروض أنه عنده شوية أمانة بالوظيفة لكنه أيضا يقدم مثل هذه الادعاءات التي ليس مبنية على الطريقة العلمية أو مبنية على حقائق هل يعقل أن ندفع مثلا ثلاثين أو أربعين أو حتى ستين دولار لهذه الأسورة وعشان نلبسها ونحسن أدائنا بالغولف مثلا هذا مع العلم أن الشركة لم تكتفي بذلك وحسب بل قامت باستخدام الناس العاديين في تسويق منتجهم وذلك بالطلب منهم في سر تجاربهم مع الأسورة وهم يعلمون أننا غريزيا نميل بطبيعتنا البشرية في تقبل قصص الآخرين بل ذهبوا لأبعد من ذلك بتقديم عروض حية في المناسبات وعلى المسارح وجعلوا أحد من الجمهور يلبس الأسورة ليشعر بتوازن بالحال ثم تبين لاحقا أن عروضهم لم تكن إلا كعروض السحرة في الصالونات يعني غفت يده وغيره وجميعها مبنية على الخدال هذا مع العلم بأن المجلس الأمريكي لشؤون الرياضة قامت بعمل دراسة لهذه الأسورة المطاطية على مكفوفين فوجدت أن نتيجة التوازن واللياق البدنية لم تتغير قبل الأسورة أو بعدها وانتهى المجلس إلى النتيجة بأن أي تأثير محسوس هو في عقول الناس وليس له علاقة بالأسورة وهذه القصة موالوحيدة في عالم الاحتيالات السوق يكادوا أن يتفزر من هكذا منتجات فاليوم مثلا بإمكانة أن تشتري مضرب غولف بمقبض مغلف بقطعة قماش مع ادعاء التسويقي بأن هذه القطعة تقوم بزيادة لياقتك البدنية مع أنه لا توجد أي علوم حقيقية تدعم هذه الادعاءات وكل ما تقدم كان مجرد أمثلة فالسوق اليوم مليء بمنتجات تعتمد على العلم المزيف والذي هو بالواقع مجرد بضاعة عادية يصاحب تسويقها مصطلحات علمية من مثل الطاقة والتردد فيقع السدج بقبضتهم لكن لو كان المشتري لديه القليل من التعليم العلمي فهو سيرى كيف يلجأ هؤلاء للحيلة كي يبيعوه شيء لا يحتاجه بثمن مرتفع وللأسف هناك أيضا الكثيرين من متعلمين ومثقفين برضو يكونون يعني هذا لا يمنع أنهم أيضا يكونون صدج ويصدقون وهم كثيرين يعني شيء غريب بصراح طيب نستنتج بما سبق أن التفكير النقدي هو عملية لكن ماذا نعني عندما نقول للعملية للإجابة على هذا السؤال يقوم الكاتب بتوضيح بعض مكونات عملية التفكير بالنقاط التالية أولا وجوب اختبار كل المعطيات وكل الحقاق التي تعتقد أو ترجح أنها صحيحة فالكثير منها تكون بالواقع غير جديرة بالثقة أو قد تكون افتراضات لا تعلم كيف اكتسبتها لكنها صارت جزء من كيانك المعرفي ثانيا من الضروري أيضا أن تقوم باختبار منطقك هل هو شرعي أم به عيوب وهل هو منحاز منهجيا لطرف أو رغبة معينة أم لا ثالثا عليك أن تكون غفيرا واعيا لدوافعك فالبشر جيدون جدا في تمنطق الإيمانيات عندما تكون لديهم الدوافع لعمل ذلك فمن الطبيعة أن يكون للشخص رغبات معينة يتوق للوصول إليها بالاستنتاج ليطمئن قلبه وعندما تفهم أن لك دوافع وتستطيع أن تراقبها فستقوم بنفسك بهدمها وعندها تكتسب المهارات التي ستقودك إلى استنتاجات هي أقرب إلى أن تكون حقيقية أو صحيحة في مقابل تلك التي تتمنى لو كانت صحيحة وهنا يستحضرني مقولة توماس هاكسلي داروينز بولدوغ والذي عرف التراجيدية العلمية بقوله هي نحر الفرضية الجميلة على يد الحقيقة القبيحة وهذه طبعا جزئية من عندي ليست من الكتاب رابعا التفكير النقدي يعني التفكير بما يرمي إليه أو ما يتضمنه الاعتقاد ذاته وحتى يكون الاعتقاد أقرب إلى الصحة فعليه أن يكون متناغما مع بقية الاعتقادات المختلفة بالعالم لكننا بالواقع كبشر لدينا الميل للتجزئة أو أن يكون لدينا اعتقاد واحد محاط بالسياج تخينة لحمايته من أن يتحض لكنك لو فكرت قليلا وتساءلت بأنه لو كان اعتقادك صحيحا فماذا أيضا عليه أن يكون صحيح وكيف تكون المسألة برمتها منطقية عقليا فهذا التساؤل جيد لاختبار مدى معقولية فكرتك أنت أو ادعاوك كذلك من المفيد اختبار أو مقارنة ما توصلت إليه مع الآخرين فلا يهم مدى ما اكتسبتهم من مهارات بالتبكير النقدي فستظل هناك أشياء لا تعرفها لكون معرفتنا محدودة وواجهتنا محدودة يعني وجهة التي ننظر إليها للعملية محدودة بصورة قد لا نكون حتى نعيها فإذا قمت باختبار معتقداتك مع الآخرين يعني خلال حوارات ومناظرات مثلا فهناك احتمال كبير في ملء تلك النواقص المعرفية بأفكار لم تنتبه إليها سابقا من المهم أيضا سادسا من المهم أيضا أن نكون متواضعين فنحن نخطأ عندما نعتقد أن ما اكتسبنا من خبرات وعلوم قد وصلتنا إلى قمة المعرفة ولا نعود نقيم أو ننتبه إلى قصورنا المعرفية فالعالم مكان معقد جدا ولا يوجد من يعرف كل شيء ولذا فعلينا دائما أن نكون واعين ومراقبين لحدودنا المعرفية سابعا ومن المهم أيضا أن نكون مرتاحين مع ما نجهل يعني ما نستحي نقول أننا نجهل أننا لا نعلم هذا الشيء فهناك أشياء لا يمكن أصلا أن نعلمها أو على الأقل بمعطياتنا الحالية لا نعلم وأحيانا قد نقضي الساعات في مراجعة منطقنا ونضع كل الدلائل المتاحة ومع ذلك نصل إلى النتيجة النهائية بأننا لا نعلم حاليا أو أن مستوى المعطيات مجهولة بصورة كبيرة بحيث لا نستطيع حاليا أو حتى أبدا فهم ثم يندق الكاتب بعد ذلك لمناقشة الثقافة الجمعية وتأثيرها على اعتقادات البشر وكيف يمكن التأكد مما يشاع بصورة جمعية وذلك بضرب مثال فيقول هناك الكثيرين من من يدعون بوجود كائن ضخم من فصيلة الهيوماند أو القردة العليا يعيش في أمريكا الشمالية البعض يسميه بيكفوت أو ذو القدم الكبيرة أو يستخدم الاسم الذي أطلقه عليه سكان البلاد الأصلية الهنود الحمر ساسكواتش فهل علينا أن نتق بهذه المعلومة؟ وكيف يمكننا التأكد من أن بيكفوت يتجول بالفعل في غابات أمريكا؟ وإن كان هذا الإدعاء حقيقة فعلينا إذن تحليل فكرتها فإن كان مثلا هذا المخلوق هو آخر من تبقى من نوعه أو إنه استمر بالتواجد دون أن يتطور فلابد أنه يتكاثر أي لا بد أن يكون له تعداد بالمئات أو حتى بالآلاف فأين هي هذه الكائنات؟ وما هي الدلائل على وجود هذه الكائنات؟ فهل قام أحدهم مثلا باستياد حين أو حتى وجد عين ميتة أو جمجمة أو بقايا عظام؟ كل هذه الدلائل الموضوعية والبعيدة عن العاطفة للأسف غير موجودة بل كل ما لدينا من أدلة لا تتعدى كون ما سمى بلوب سكواتش أي صور ضعيفة التركيز وضبابية لكائن ما بين الأشجار أو آثار قدم بالطين يسهل عملها لمن ينوي التحايل أي فنان ممكن يعمل لك أفضل طبعة قدم في الطين لكن لا يوجد ما يمكن اعتباره دلائل ما يسمى بمسدس الدخان أو ومع أنه لدينا شهود عيان يوجد شهود عيان ممن يدعي أنه شاهده؟ لكن كيف لنا أن نذق بالشهود العيان؟ فموضوع الشهود العيان موضوع آخر عميق شائك ذكر الكاتب أنه يستحق الاستفادة فيه بفصول أخرى لكنه لخص ذلك على عجالة بقول أنه لا يمكن الثقة بالشهود العيان لأسباب كثيرة سيقوم لاحقاً بدكرها طيب إن لم تكن هناك أدلة مسدس الدخان على وجود البكفوت فلماذا يستمر الناس باعتقادهم بوجوده؟ وهنا تبدأ سلسلة من المغالطات المنطقية لتفسير السبب فيقول أحدهم أن هذا الكائن له القدرة على إخفاء نفسه بصورة غير طبيعية ولذلك فلا يمكن استياده ولذلك أيضاً كل صوره لها خاصية ضبابية فهل هذه هي الطريقة السليمة في تفسير غياب الأدلة؟ فيه هناك أيضاً من يزيد على ذلك بإعادة عرض فيلم موجود على اليوتيوب إذا بتشوفونه اسمه باترسون قيملين كدليل مؤكد على وجوده والفيلم عبارة عن كائن مثل كائن يمشي بين البكفوت يتحبك بين الأشجار والاحتيال واضح في الفيلم بحيث أنك لا تستطيع أن تفرق بين هل كان هذا الكائن بحقيقة أم أنه رجل لابس لبس زي حيوان بل أنه في 2008 ظهر شخصان باسم مات ويتن وديك داير هذل الشخصين ادعوا أنهم رأيها جثة البكفوت وأخذوا مننا عينة وجمدوها بالبرات وعملوا مؤتمر عملاء مؤتمر صحفي يتحداني به العلماء يقولون تعالوا اختبروا الـ DNA من العينة ثم بالأخير تم اكتشاف خداعهم عندما وجدوا أن كل ما لديهم هو زي للبكفوت المحشوب القطر أو فتم محاكمتهم بتهمة التلفيق والاحتيال وقد يتساءل بعض لماذا فعلوا ذلك؟ ما هو السبب؟ يقول الكاتب أن البشر يقومون بالأعمال الغريبة ولأسباب غريبة لكن ما يهمنا بالمضوع هو أنهم بالفعل يقومون بذلك وعليف من الضروري أن نكون يقضين للاحتيالات وهناك من يحتال بقصد مستغلا سداجة البشر أو نقص مهاراتهم بالتبكير النقدي وفي محاولة للرد على سؤاله عن الأجسام الغامرة التي سألها تساءل عنها في بداية الفصل أو الـ UFO الذي طرحه بالمقدمة يقول الكاتب لا يهم أن كنت تعتقد أو لا تعتقد بوجود كائنات فضائية قد زارت الأرض لكن المهم والأكثر إثارة بهذا الموضوع هو لماذا يعتقد البشر بالـ UFO وليس لديهم أي دليل على هذه الزيارات المزعومة والسبب حسب الكاتب أننا مع أننا بطبيعتنا البشرية نملك قابلية حب الاستطلاع والمنطق لكننا ملوثون بمجموعة من المتنافرات الإدراكية أو cognitive dissonance اللي هي أفكار وأفكار تناقضها في أدمغتنا وهي مجموعة من الأفكار المتناقضة التي تحملها أدمغتنا والمتصيدات الذاتية التي قد تقودنا حتى لإعتقادات خيالية من التي لا يمكن أن تتقيد للفحص العلمي الدقيق وهذا أيضا من المواضيع التي سيقوم بالاستفادة بها بالكورس لكنه يرجع لطمئننا أن الشيء الإيجابي بهذا الموضوع برمته أو ما يقابل عيوب أدمغتنا أن تعليم التفكير النقدي هو عملية مكتسبة أي ممكن أن نتعلمها ونتقنها بالتجريب المستمر لتصبح عادة النهج العملي للتفكير النقدي هو منهج تجريبي وهو السبيل الأمثل لاختبار معتقداتنا بصورة منهجية مستمرة للعالم الواقعي وعندما تتطور لدينا مهارات وقدرات التفكير النقدي ونقوم بالفعل باختبار معتقداتنا بصورة منهجية فذلك سيكسبنا قوة لأنه سيكون الماكنة الدفاعية لنا ضد كل من يحاول الاحتيال علينا سواء بغرض سياسي أو أيديولوجي أو تسويق وهو سيعطينا التحرر النفسي لأنه يحررنا من الاعتقادات الخاطئة والاعتقادات غير المتوافقة مع بعض من التي نتمسك بها عاطفيا ولذا فتطوير هذه المهارات بالتفكير النقدي لخصها في القوة والتحرر وماكن الدفاع ضد العالم من حولنا وهنا ينتهي الفصل الأول ومن الممكن